اللي هو البي سيركتر كويل. اول سؤال نمبر توينتي سري بيقول لي اه ملتبل باثز اس شون. طيب عايز عند التوتل عند السنتر قصدي التوتل فلوكس عند السنتر الدريكشن بداحية. طبعا انت عندك هنا فور امبير كيتمشي هنا. كده عند نصيد قسمت. دخل اتنين امبير هنا يبقى هنا دخل كام? الباقي. اربعتاشر. طيب اذا اربعتاشر امبير جت هنا. ميشي كده تسعتاشر يبقى كام ميشي هنا? هم? تلاتة امبير. نظبط? طيب دي. قابلها هنا دي فبقوا هنا كام? بقى واضح عندك ان اقوى فيهم هو الاتناشر. ماشي بيعمل ايه? يبقى الاجابة. كذلك اللي بعدها? عندي اتنين اه شايلين نفس والاتنين عكس بعض. واحد اين واحد اوت. طب انا مذكر ان القانون كان بيقول ايه? ميو ان اي على اتنين ار. اللي اتنين ليهم نفس 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 اي نفس طبعا الترقم اتبقى لك. فواضح ان اللي عنده اصغر عنده اكبر. واتفقنا على ان بتسمع كلام مين? كلام الكبير. فالصغير هو الكبير. الكويل الصغير يعني. الكويل الاصغر هو الاكبر في المجنين في الفيلد. فبيلف انتي كلاك. يا ابي اعمل اوت. يبقى داريكشن توتل اوت. نمبر توينتي فايف. يا رب يعني اعرف افاهمها لك. وانت يا رب تفهمها مني لانها محتاجة شوية تخيل كده. بيقولي انت زي ابزو تسيجر وانا كاريند كارينج سيركتر كويل وسبارل توزا فيلد بي. يبقى عندي مجنين في المسألة قيمته بي. اه بيقولي عند السنتر كان روت تن بي. طيب. يبقى انا دلوقتي. في الوضع اللي انا فيه ده. التوتل بتاعي. هو عبارة عن روت تن بي. سوري. البي برا الروت. روت تن بي. طب ده عبارة عن ايه. يعني هو انا في الوضع ده عنده السنتر هنا عندي. السنتر بتاعي دلوقتي. السنتر ده. كام مجنيتك فيلد بيأثر عليه اتنين. المجنيتك فيلد الاسود اللي هو رايح ناحية اليمين. بيعدي بالنقطة. الحمرة دي. قيمته بي. وعندي كمان المجنيتك فيلد بتاع الكويل نفسه. مش الكويل نفسه دلوقتي اهو. اهو سيركل ايه. دايرة كده. والكارنت بيمشي فيها كلوك. كلوك بيعمل ايه? انتو زا بيج. بيعمل اكس. يعني النقطة الحمرة بتاعت اللي هنا دي كده. بيأثر لها اتنين فيلد. واحد يمين واحد اين. واحد يمين واحد اين. ده ولقتهم ببعض ايه? نورمل واحد كده. واحد كده واحد كده. واحد نازل واحد يمين. يبقى اللي اتنين اه نورمل على بعض. يبقى هكتب هنا ايه? هكتب من هنا روت. الكويل السكوار. بلس الأكسترنال. سكوير. اعرف من هنا اطلع مين? البي كويل. حامل سكوور حامل قصدي باور طول نحييتين. فيبقى عندي تن بي سكوير ايكوال بي كويل سكوير بلس بي سكوير. هعودي البي سكوير بالماينس. يبقى نين بي سكوير ايكوال بي كويل سكوير. حامل سكوير روت للنحيتين. فيبقى عندي تلاتة بي. ايكوال بي كويل. انا عرفت دلوقتي ان البي كويل بتلاتة بي. يبقى نرجع كده. عندنا كم حاجة? عندنا حاجتين. كام كام فيلد? اتنين. الاكسترنل بي. انما الكويل بيعمل تلاتة بي. عظيم. بيقولي بقى ايه? لما الكويل يلف ناينتي دجري. لما الكويل يلف ناينتي دجري. الريزولت انت هيبقى كام? طيب بصلت هي هو الكويل سيركل سيركل وبتلف في فيلد انتو انتو زا بيج. فانت مش شايفه. طب لما انا الكويل لف ميني ناينتي هيبقى يمين يا شمال. ده الكويل اهو. ده السيركلر كويل سيركلر كويل. بيلف كانت فيه يلف داخل جوة الورقة. لما الكويل ده يلف كده او يلف كده. ساعتها المجنيتك فيلد يبقى فين? هيبقى يم يمين يم مشمال. يبقى لما يبدأ ساعتها المجنيتك فيلد مش هو كان كده صح? ده كان منظره. كان سلك مدور اهو. والمجنيتك فيلد داخل جوة الورقة. فلما يبدأ يلف كده هيبقى شمال. لما يبدأ يلف كده هيبقى يمين? اوكي? فالعايز اقوله انه مرة هيكون في مع الاكسترنل ومرة في الابوسط ديركشن للأكسترنل. فالاجابة مرة هتكون تلاتة بي وبي اربع بي. تلاتة بي ماينس بي اتنين بي. هيكون بي. هنا بس في بي نقصة. طيب المجنيتك فيلد كان في الاول الكل كانوا قدمك على الورقة كده. فالمجنيتك فيلد كان ايه? داخل جوة. كان كده. صح? فهو بس كان مرشونك ازاي? انت بص الكشكول كده او بص الملزمك من فوق. فهو محظوظ كده. فالمجنيتك فيلد هو طبعا كان يلف كلاك. فالمجنيتك فيلد كان ايه? كان نازل. كان ده المنظر. كان ده المنظر. لما يبدأ ان هو يلف كده. كده. هيبقى المجنيتك فيلد فين? شمال. طب ولما يبدأ المجنيتك فيلد يلف كده. فالمجنيتك فيلد ايه? يمين. فحيكون مع او ضد. مرة مع مرة ضد الاكسترنال. مرة بلاس مرة مينس. اوكي? يقول هما يلف كده هو. ساعة المجنيتك فيلد هيبقى. يا كده? يا هيكون كده. عشان كده مرة بلاس مرة مينس. يارب تكون فيهمتها مني يعني. طيب نيجي لرقم ستة وعشرين بيقولي كزا. ده الريديس. ده الان. وبيكاري كارنت اي. ده الاي. يبقى فيه مجنيتك فيلد دي خارجي اللي هو قيمته كزا معي كده مجنيتك فيلد. ما عارف اجيب البي كويل. عايز المجنيتود اه بتاع عند النقطة بي. طبعا النقطة بي. لما تسأل نفسك كده بيأثر على كن فيلد. اتنين والكويل. الاكسترنل بيعمل اين اكسات واضحة ده بكفر رسمة. طب بالنسبة بالنسبة للسيركلر كويل. السيركلر كويل كلوك بيعني برضه هو كمان ايه? بيعمل هو كمان اين. يعني اللي اتنين اين يعني اللي اتنين هليجمعهم. يبقى ايزا البي توتل هتكون ايكويل. بي كويل. بيكسترنل. البي كويل ميو في الان اللي بكام? في الاي بكام? سيكس امبير. على سنتيميتر يبقى نحوله. كل ده بكام? البي اكسترنل اللي هي كام? ونكتب كل الكلام ده على الكلف. طبعا والتوتل هيكون. يبقى نمبر هيطلع معك ايه? هيطلع معك ايه? طيب. اه نيجي كان عندنا سلكة معينة لفنا لفة معينة. طيب. وبعد كده عمل مجنيني كفيلد بي طبيعي. الواير ده لفنا تاني بشكل لفتين. يعني هو هو لفنا لفتين. فحيعمل مجنيني كفيلد كام? تعال نشوف. بي وان على بي تو ايكويل. قلنا لما نعمل اختباء ان الاولى على ان التانية لكل باور تو. طيب. يلا نعوض البي الاولانية ببي. البي التانية عايز اعرفها. الان الاولانية بوان. الان التانية بتو. نعمل لكل ده باور كام? باور تو يعني يعني يبقى اربع مرات. يبقى طيب. نيجي للي بعده. سؤال رقم 28. 28 بيقول ان الاوليكتر كارنت is set up in a circular coil. so that the flux dynasty is B formed at the center. decreasing the current to half its initial value and increasing the diameter to triple. keeping the number of turns unchanged. التاله لهابن للبي. تعال نشوف ميو ان اي على اتنين ار. يلا بينا. حيتعمل يا سيدي قال لي انا هعمل حط قدام الكارنت. هعمل لديامتر. لما اعمل لديامتر يبقى انا بعمل يبقى حطنا تلاتة. طب هتعمل حاجة في الان? لا يا سيدي. هتعمل حاجة في النيو? لا. والتو طبعا رقم ايه? والتو برضو رقم سبت من اجدها به. طيب. يبقى على سري تبقى كم? يبقى سي. يبقى هتكون هاف على سري. بدون ايه الان. يبقى على ايه عامل نفس ال Mer that has one turn. دا كده ال n. ال wire يبقى ال n ب 1. carry current i. يبقى ال i1 بi. نفس ال wire عملنا لديامتر بحيس ان النمبر اف ترنز تبقى فور والاي كمان يبقى كام؟ يبقى هاف يبقى هاف الفرست يبقى ايه؟ هاف اي نص اي عظيم عايز الريشيو بتوين الفلاكس دانستي تعال نشوف الفرست للسكند يلا بين طبعا طبعا N1 على N2 I1 على I2 وكنا بنكتب R2 على R1 ويحن قلنا كده كده في الريكويلينج بعمل Power 2 للن للن بس يلا N1 على N2 Power 2 يعني واحد على اربعة Power 2 I1 على I2 يعني واحد على نص اكتب لي كل الكلام ده على الكليتر واحد على الستاشر في اتنين يعني واحد على التمانية سؤال رقم 29C 29C يبقى الطبيعي انه عمل وإحنا لما قلنا نعمل كان القانون بتاعنا B1 على B2 الان الاولى على الان التانية الكل بارتو بس هو هنا لعب في الكارنت كمان فهزود معها كام I1 على I2 ده اللي بس اللي اللي عملته رقم تلاتين الابس الجراف الفلاكس دانستي عند السنتر لكويل والI طبعا والN معاك عايز الديامتر طبعا نجيب طبعا السلوب كالعادة فاش الكلام يعني اي مسألة لازم اي جراف لازم نجيلي السلوب بي على I حيبقى لي الميو والن على اتنين R اش هو القانون ميو ون اي على اتنين R ويدي لي الميو بالدفايدد يبقى لك ايه ميو ون عطو R عظيم يلا نحسب يلا نحسب يلا نحسب هياخد مثلا النقطة دي واللي بيقابلها اللي هي النقطة دي يبقى هكتب كام يبقى هكتب آآ سيرتي ايت بوينت فور طايم تين باور نيجيتف سري دفايدد حبى لك ان الجراف كله طايم تين باور نيجيتف سري على اتناشر ايكوال كام الميو اللي هي فور باي طايم تين باور نيجيتف سيفن اللي هي وفي الان اللي هي سري هندريت ففتي على تو ار تعرف تعمل شيفت سولف ويجيب الار هيطلع معك رقم تلاتين ايكوال كام بي نشوف سيرتي ون سيرتي ون سؤال مهم جدا فكرته آآ يعني مش مش جديدة بس آآ السؤال نفسه بتنسى فيه انت الحتة بتاعة كونستاند فولتر جدي تعال نشوف بيقول لي معلش انا بس فيه غلطة في المسألة اصلا ان هو بيقول لي مكتوب قدام اكتوب ار وتو ار لا هي دي ار الناحية دي كده هنا في ار واحدة تفقين طيب ليهم نفس ليهم نفس ليهم نفس نفس الاريا نفس نفس الاريا نفس نفس عايز اه او بيقول لي ان عندي نقطة ون عندي اه الفيلد هنا اسمه بي يعني هنا هيكون كام بي كام بي بيجيب ريشو منهم طيب تعال نشوف انا هيزعمل ريشو الاول عشان اعرف هامل ريليشن من بينهم فهقول بي ون على بي تو ايكوال مبدايا الميو هي اية طيب الان لما ده هاف سيركل وده هاف سيركل يبقى هاف ان و هاف ان طارت او هاف و هاف طارت الاي اوكي دي ابل حاجة اي وان على اي تو التولة في القانون طارت اي بقى لك الار ار تو على ار والنا اي دي ما فيش مشكلة تعال نعوض البي الاولانية بي البي التانية عايز اعرفها والله الاي الاولانية الاي التانية معرفهمش اركينهم دلوقتي ده اصلا موضوع مسألة الريدياس الاولاني اتنين ار الريدياس التاني ار تعال بقى نتكلم واحدة واحدة كده على الاي فاكن لما كنا بنتكلم على موضوع ان لو هو نفس يبقى اكيد مش نفس الموضوع الاتنين دول هما نفس الان بس مش نفس الينس يعني فيه ناس بتعمل ايه يقول لها مستر هما نفس الكرنت خلاص فوقك بقى وهتلاقي الانصر في الاختيارات طبعا فيكنسل اي مع الاي لأ هو طالما قالك سين فولت يبقى هما مش نفس الاي طب ليه النص لفة دي اكبر بكتير من النص لفة دي يعني عايز اقول لك ان دي عندها لنس اعلى وبالتالي اعلى وبالتالي عشان هما اللي اتنين عليهم نفس اللي اتنين واخدين نفس فاللي عنده هاقل عنده كرنت اعلى طيب تعال نشوف مين عنده اعلى من التاني بقى دي ايه او اعلى من التاني بقى ديه تعال نشوف الان دي عندي انها الان ايكوال الواير اعلى هاتلي الواير في ناحية الوحدة ايكوال ان في تو باي ار الان كونستانت لان ده نص لفة ده نص لفة فواضح ان اللينس والرديس دايركت والاقه دايركت يبقى لما رديس تكون كبير ده معناه ان اللينس كبير طبيعي لما تعمل دايرة كبيرة اكيد انت استخدمت السلك اطول صح فمقومة اكتر فكر انت ايه اقل يبقى عايز اوصل معك انه الوان على ال ايكوال ار ون على ار تو ايكوال اي تو على اي اي على اي ون كل دا ايكوال كام ما هو ال الوان على ال ال تو هي هي ار ون على ار تو ما انا لسه اقل لك ان اللينس والر دايركت مع بعض كل ما ال رديس كان كبير كل ما ده كان دليل على ان اللينس كان كتير طيب ال ار الاولانية ار تن ار سوري وال ار التانية مع ار يعني تو تعالى بقنا اولت في قانون بتاعنا يلا بين اي ون على اي تو يعني ون على تو طيب شير ال ار مع ال ار يبقى ون على فور خلاص يبقى ال بي تو باربعة بي ده سؤال مهمة جدا طيب فكرتو جامدة جدا لو انت مش مترجم القصة دي انا هجبهلك بطريقة لو انت يعني يعني لمح شوية او خلاص بقى ما بتنساش الحيطة ال دي مش طوعة اي تاني هكتب لك ان ال ب اي كوال كام ميو ان اي على اتنين ار ركز معي الاتنين نفس ملكش دعا بيها الاتنين نفس ملكش دعا بيها التور رقم ثابت مليش دعا بيها واضح ان السيركت التانية اللي هي نبارتو عندها اصغر النص يعني ده قل النص طيب ما ده هيزيد كده هيزيد مرة ايه مش كده ولا ايه مش ده عنده وده عنده اتنين ار يبقى يعيز ان ار قلت لايه قلت النص يبقى بيها تزيد ايه مرة ايه الحقيقة كمان هو قالك ان هما نفس فده معناه ان اي مش هي هي طيب مين عنده اي اكتر اللي عنده اصغر مين عنده اصغر مين اللي عنده اصغر بالنظر كده بعينيك مين طبعا ده ان ده اصغر اكيد فعنده الانسة عالفة مقامة عالفة طب بقد ايه اه ده نص ده يبقى دوت اللي هو تو الار تو نص الار وان مش كده يبقى الاي تو اتنين اي وان عمده كارنت الضعف فهكتب هنا اتنين فلما الاي يزيد مرتين البي هتزيد مرتين ايه كمان اتنين في اتنين باربعة يبقى اربعة بي بص اسي دي بقى عشان احنا الحت دي يعني سهلة على نفسنا انا هحط الميو وهحط الاي وهحط الار كلهم بوان عشان نصرع الحسابات طيب مبدئيا كده نمسك دي مهكرنت هنا لما يجي هتقسم يتقسم بالتساوي هنا في نص اي وهنا نص اي واللي فوق بيعمل يعني اين واللي تحت انت يعني اوت واللي اتنين كوالبعض يعني بيدي زيرو كده كده من غير محسابة خلاص الاتنين بيلغ بعض اللي فوق بيعمل اين واللي تحت بيعمل اوت نفس الان نفس الاي نفس الار يلغوا بعض خش على بي يلا بي النقطة بتاعت دي بيقصر عليك اموائر اتنين الكويل الكبير والكويل الصغير كراوة كراوة طبعا مش كده فترجع تبقى انت كلوك مرة كراوة انت كلوك يبقى هكس بعض يبقى البي توت اللي عندي هنا الكبير الصغير مأس كبير الصغير ميو في ان في اي على كام اه على اتنين ار كويل بيقى على الصغير اللي هو ون مينس ميو ان اي على تو ار اللي هو الكبير يلا نعود اتفعنا مع بعض ان الميو بوان الان بهاف على تو ار الصغير بوان مينس الان بهاف الاي نفس باي طبعا على اتنين ار الريديس بتاعك كبير اهو ما بيقولك دي ار ودي ار يبقى كلو كام اتنين ار خلاص واكتب الكلام ده هيبقى واحد على الاربعة مينس اه واحد على التمانية هيطلع واحد على التمانية اوكي انه يجي اللي بعده نمبر سي نمبر سي نفس الكلام النقطة دي بيصل الها تنين النص اللي فوق ونص اللي تحت الاتنين يبيعملو اين بيحملو بلاص يبقى البي توتل هتكون اللي جواه زائد لبرة ميو ان اي على اتنين ار ميو ان اي على اتنين ار انا نتكلم على جوا الاول واحد في نص واحد على اتنين ار الصغيرة بواحد ايه دي اول خلاص بتنين يعني او اتنين ار اتنين في واحد من الار بان يبقى اتنين في اه اتنين بياربعة يبقى هنا واحد على الاربعة واحد برضو على التمانية. واحد على الاربعة. واحد على الاربعة. حلاص ماشي. نيجي الاخر واحد. نحسبه هنا. ميو بوان. الان بهاف. على اتنين ار والار بوان. يعني واحد على الاربعة. طبعا مين اكبر واحد فيهم. اه سي. يبقى رقم سيرتي تو نمبر سيرتي تو سي. اللي ندود على الكالكليتور هيطلع معك كامل. واللي جنبها سري وفر ايت. زيرو وينت سري سيفن فايف. والاخيرة زيرو بوينت تونتي فايف. فاكيد طبعا ده اكبر واحد. تمام? نفس بقى الفكرة. بس مختلفة. تعالى نعملها برضو. بطريقة ان احنا نقول ان الميو والاي والار كلهم بقى. يلا بنا. تعالى نحاول ايه? نحسب كل واحد الواحد. نحسب هنا. البي هنا ميو ان اي على اتنين ار. هكتبقى كون مرة واعوض على طول. هديك انت ايه من اقصى حسنا معي. يبقى وان في وان على اتنين في وان. يعني هاف. اللي بعده. البي هنا ميو بوان الان بوان الاي باتنين على اتنين ار والار باتنين. يعني برضو هاف. اللي انتم معتوه هاف اه. تالت واحد. ميو بوان الان بهاف الاي باتنين على اتنين ار والار بهاف. يعني هنا بي هو بوان الان بربع الاي بخمسة على اتنين ار. الار بكام وان. يعني اه فايف اوفر ايت. فايف اوفر ايت دي اه يبقى اكبر حاجة طبعا سي. لان فايف اوفر ايت طبعا يعني او بوين سيكس. اه وشوية حاجة تانية. او بوين سيكس او فايف. فاكد طبعا يبار واحدة سي. طيب اه اه نمبر سيرتي فور اكوردنج تو بور موضل اف هايدريجون ااتوم زي الكترون تيت الاراوند النيوكليوس. كزا. الفريكونسي باعتنا موجودة. عايز البي. طبعا البي اكوال ميو ان اي اوور تو ار. مبدئيا الميو معانا. ولان هحطها بوان. والتو معايا والرديس معايا. نقصك الكارنت. تعالا نروح نجيب الاي. الاي بيساوي كامل. كيوعد تي. اللي هي كامل. ان في اي عاد تي. طيب الان هي وان الكترون. ليه عشان ده هايدريجون. فالهيدريجون وان الكترون. ال اي رقم ثابت. طيب التي التايم. انا قلت ان هلف في لفة واحدة. فالتايم يبقى اسمه تي كابيتل. تايم البريودك. طيب ما واحد على البريودك. ده عبارة عن ايه? الفريكونسي. يبقى اي اف. ما هو على البريودك لهو الفريكونسي. حننجا لها وحننرجع لها تاني في شابتر سري. هاحسب الكارنت من هنا. يبقى اي 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 اف. الاي معاك وان بوينت سيكس تايمتين باور نيجتيف نينتين. والاي او الفريكونسي معاك اللي هي سيكس بوينت سيكس تايمتين باور ففتين. كده يبقى الكارنت معاك بكم? او بوينت او او وان زيرو فايف سيكس امبير. ارجع عوض في البي. البي اكوال ميو. الان بوان الاي الاستقيابين او بوينت او وان زيرو فايف سيكس. على تو ار. والاور معاك فايف بوينت سري تايمتين باور نيجتيف الابن. يبقى حيطلع معاك الانسر اتناشر ونص يعني اي. السؤال اللي بعده سيرتي فايف سيرتي فايف هنا مقسم السيركل الرينج دوز اين. من الكارنت لما يجي هنا الربعة امبير دي. تتقسم ليه? تلات اربعة لفة. وعندي كمان هنا ربعة لفة. طيب. تعال نشوف اول سؤال. معانا طبعا الولتج معانا الكارنت معانا الريديس معانا الكرس سيكشن الاريا عايز مني الريزيستيفيتي اوف زي متريل. طيب. مدين الريزيستيفيتي ايكوال او ايه على ال. فانا عايز الريزيستنس بتاعة اه. تعالى نقول السلك. زي ما حلناها قبل كده. في الشرح. يئما السلك كله يئما فتاعتها الجزء الازرع ده الربع لفة يئما التربعة لفة. المرة يحال لها بطريقة واحدة ان انا هجيب السلك الازرع. تعالى نشوف ما هو الكارنت لما يجي هنا. اربعة امبير. يخش هنا ثلاثة امبير ويخش هنا واحد امبير لانهم اتفقين المقاومة كبيرة يخش في كرنت قليل ومقاومة الصغيرة يخش في كرنت كتير فالثلاث ربع لفة هي ثلاث اضعاف الربع لفة فيخش فيها كرنت يبقى او الربع لفة يخش فيها كرنت ثلاث اضعاف التلاث ربع المقاومة الصغيرة تسحب كرنت كتير ومقاومة كبيرة تسحب كرنت قليل فالكرنت تقسم ليه لثلاثة والواحد فكده الجزء الربع لفة ده الربع لفة هيكون على ايه? على سري بتاعة الجزء ده يلا معي الاريا معي هاخد بتاع الجزء اللي انا جدت مقاومته اللي هو ايه? اللي هو الربع لفة كان بايكوال كم? افتكر معي الان انا اتكلمت عربع لفة الريديس بتاعي تعال نعوض ونشوف هيطلع معنا كام? طالع معي ستة طبعا الجزء اللي بعد كده اسهل بكتير عايزة عند السنتر اكيد طبعا زيرو وانا مهمت ليه? احنا ماتفقين ان الكارنت رحيتقسم بحيس ان المقاومة الصغيرة كارنت كتير ومقاومة كبيرة كارنت زغير طيب السنتر بتاعي اللي هو اسمه اكس بيقص عليه كامل الربع لفة والتلت تربع لفة طيب يبقى البي اكس اكوال البي بتاعيه الربع لفة والبي بتاعيه التلت تربع لفة طبما التلت تربع لفة الهي اللون الاحمر اللي اللي نلوني بالاحمر دي. يبقى اين. والتانية يعني بعض. عظيم. حامل لهم حاضر. ايه كمان? يلا نعود. الان بربع. الاي بتلاتة. على اتنين ار. الميو. الان بتلاتة اربع. على اتنين ار. ايه ده? شو اخب بالك من الحاجة? شو اخب في الربع بتلاتة اربع. هي هي. الحاجة ما هي رأس نفسها طبعا بزيره. سؤال سيرتي سيكس بيقولي. بوث وييرز انز سين بين والرزولتان عند السنتر عند نوطة سي اس بي. التوتل بي. لما بتاع الواير اكس الريزولتانت هيكون بكام? طيب. النوطة سي دي. طبعا اه بيقص على تلاتة. اسميها بي سي. اكوال. هتكون البي كويل. اللي هو بيعمل. الاتنين يعملوا اوت. هو الاتنين بيعملوا اوت. بس هنجمعهم على بعض. يبقى البي اكس او سوري البي اكس بلس. البي واي. حلو? يبقى اللي لوقتي عندي بكم? لما حضرتك تعكس بتاع اكس. هيبقى ايه الوضع? اهو. هيبصص لفوق. وده كمان بصص لفوق. بس النقطة سي ما بينهم بالزبط. ما بينهم بالزبط. فهم نفس المسافة. دي هتكون بكام? واحد ونص دي. ودي كام? واحد ونص دي. وده شايل اي وده شايل نفس الاي. فازن الاتنين ايقل في الاي واي ايقل في الديستنس. فالاتنين ايقل في المجنيتك فيلد. بس عكسة بعض. سيتع كود بوستف نيجتف بوستف. فالكويل الجديد دلوقتي او البي سنتر سوري. البي سنتر دلوقتي. ايقل. البي كويل فقط. يبقى في الحالة الاولى كانت بتساوي بي. دلوقتي طبعا اكيده اكتر من مين? اكتر من بي. دي انها في الاول كانت مينس جزء. الجزء ده ماش موجود. المينس ماش موجود خلاص. بقى في بي كويل بس. طبعا اكتر من بي. اللي بعده بيقولي زي ابوز تفجير شو وايرو نفس الكلور آي عايز الريزولتان والريزولتان فيلد كان بي طيب لو الواير بتاعنا عايز نحسبها في الاول ونحسبها بعد كده لما ننقله. طيب في الحالة الاولانية عنده نقطة سي الواير بيعمل ايم والكويل بيعمل ايم. فهجمعهم يبقى بي واير لص البي كويل ايكويل. اه ميو في الاي على دي بتاعتي من هنا لحد هنا اخد بالك اتنين ار. ميو الان بون لشن هو خاتم الاي باي برضو على اتنين والار بتاعتي بار. هسيبي ده عالك الكليتور هيطلع معك كم مستر مش عارف خلاص حط الارقام كلها حط الرموس كلها بون يلا هحط الميو وهحط الاي وهحط الار بون هكتبع الكليتور الاتي واحد على اربعة باي بلص واحد على اتنين ايكويل كم عالك الكليتور واحد على اربعة باي بلص واحد على الاتنين. هيطلع معك انا طبعا هي طبعا هيطلت او بونت في ات بس انا ها عربها ايه طالع كده انا ها عربها او tenha الكلام ده كله او القيمة دي هو سамها به. خلاص انا هو اي اي ايكوال بي او حري عند وديه للواير عند اللي هو يبعد على نفس المسافة ولكن الناحية التانية وبالتالي بقى ايه دلوقتي عند نطس ايه? بقى الواير بتاعي الكرة بطلعة فبيعمل هنا اين وهنا ايه? يعني عكس مين? عكس الكويل. تعني نحسب يبقى البي الواير او البي كويل الاول معلش? ماينس البي واير. البي كويل ميو الان على اتنين ار عادي. ماينس ميو. اي على تو باي دي. والدي برضو بكام هنا مسافة من هنا لحد هنا. برضو كل ده بكام باتنين ار. اتفقنا بقى هنحط كل حاجة بواحد هيبقى عندك في الاخر ايه? ونوفر الربعة باي. هيطلع معك كام? يعني يمر بلاس مرة معينس يعني. نص واحد هاد اربعة باي. تلا معي او بوينت فورتي تو زيرو فور. بيانا معي الحالة الاولى قيمتها واسمها بي. الحالة التانية معي قيمتها واسمها بي تو. انا كده. انا مسح بقى الكلام ده. وهكتب الاتي. البي الاورانية على البي التانية. البي الاورانية كانت بي. كانت بي. والبي التانية بي تو. قيمة الاورانية. قيمة التانية. او بوينت فور زيرو او سوري فور تو زيرو فور. خلاص. اكوال كام? لما سمعها بعدك كده? او بوينت فور تو زيرو فور. هيطلع معك. وان بوينت سري سيفن ناين. يبقى البي توب كام? اخد بالك البي توب كام? بي دفايدد وان بوينت سري سيفن ناين. ما تروحش بقى تختار دي. اللي هو عايز بيتو في ناحية الوحدة. فيبقى الانسر. هيطلع معك. سيفن تو ايت. دي. طبعا سيفن تو فور دي. ممكن اعرفها ليا سيفن سري. متتسرعش في الاجابة. اللي بعده سير ايت. اه فيجر اسمي سيركل. اه وجنب برضو اشيال نفس الكرة انت عايز انهي او عايز بتاع النقطة دي بيأثر لكن في الاتنين واضح ان الكويل بيعمل اين? واضح برضو ان الواير ماشي كده فهنا يمين يمين و اين مش ماله اوت. طب وبعضين يعني من الكبير. من اللي مسيطر? تعال نشوف. الكويل الكويل ميو ان اي على اتنين ار. و الواير ميو اي على توباي دي. تعال بقى نعوض. الاتنين العكس بعض. ههطك على العادة. الميو والاي والار بوان يبقى واحد. الان بنص والاي بواحد. على تو والار بواحد. هيطلع لي. طب وهنا الميو بقى بوان والاي بوان والار قلنا بوان. يبقى وان في وان على تو باي في الديستنس. ركز معاي في الديستنس كده. بس. مش المسافة دي. استنى نمسح عشان انت بتبقى شايف. مش المسافة دي. مربعين. واسمها مزبوط. طب مش دي كمان مربعين. برضو اسمها وراء. اسمها وانا اتفقى معاي اتفقى معاك من الارديس بكام بوان. يعني واحد على اتنين بواي. واحد على اربعة. واحد على اتنين بواي. من الكبير? اكيد ده. فمن الكبير كده? الكويل. ايه من الانسائتر? الكويل. والكويل بيعمل ايه? كلوكي ايه بيعمل اين تزا بيج.